أطراف البيت الشيعي تحاول تضييق خلافاتها للتوافق على آلية تشكيل الحكومة المقبلة والتوجهات العامة لها اجتماع في مدينة النجف لزعيم التيار الصدري مقتد الصدر مع قيادات الإطار التنسيقي الذي يضم الكتل الممثلة للحشد الشعبي في البرلمان ضم وفد الإطار هادي العامري رئيس تحالف الفتح وقيس الخزعلي الأمين العام لعصائب أهل الحق وفالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي عقب اللقاء جدد الصدر سعيه لتشكيل حكومة وحدة وطنية لا شرقية ولا غربية حسب تعبيره في إشارة للرغبة في النأي بالعراق عن التجاذبات الإقليمية والدولية متحدث باسم تحالف الفتح قال إن اللقاء كان إيجابيا ومثمرا ومسؤولا وأضاف أن هناك جلسات وحوارات قريبة لتحقيق ما يخدم العراق والعراقيين اللقاء هو الثاني من نوعه بين الطرفين بعد حالة من التوتر أعقبت الإعلان عن نتائج الانتخابات التي أظهرت تفوقا للتيار الصدري مقابل خسارة كبيرة لكتل الإطار المشاورات الحالية تهدف للتوافق على اسم المرشح لرئاسة الحكومة بشكل خاص ورئيسي البرلمان والجمهورية وتسارعت وطيرة المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة العراقية عقب إغلاق المحكمة الاتحادية لملف الطعون في الانتخابات برفضها دعوة إلغائها وبعيدا عن مشاورات النجف جدد رئيس تحال في قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم موقفه برفض المشاركة في الحكومة المقبلة وأكد الحكيم التزامه بقرار المحكمة الاتحادية بشأن نتائج الانتخابات ومن المتوقع أن يوجه الرئيس برهم صالح قريبا دعوة لمجلس النواب الجديد للاجتماع ويتوقع أن يعقد المجلس جلسته الأولى في العاشر من يناير وفي الجلسة الثانية ينتخب البرلمان رئيسا للجمهورية ويكلف الرئيس بدوره رئيسا للحكومة ترشحه للكتلة النيابية الأكثر عددا